الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وإن المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وهم طلبوا صاغرين وألقي السحرج ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتحرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين قال ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتغر موسى وقومه ليفسروا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحلي نساءهم وإنا فوقه القاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبعوا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعائبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عبوكم ويستخفكم في الأرض فينهر كيف تعملون ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بمساوما معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتصحرنا بها فما نهل لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى دع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنهم الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفتنا عنهم الرجز إلى عجلهم بارغوه إذا هم ينقصون فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسن على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعه وقومه وما كانوا يعيشون وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأعتوا على قوم يأخفون على أصنام لهم قالوا يا موسى جعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متكبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحنون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلا وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن ترني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانا فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك كتبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني صفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعوة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين سأسرب عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خبار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قضلوا قالوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعد أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يذره إليه قال بنا أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمث بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولي أخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلتهم في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها حدى ورحمة للذين هم لربهم يرحمون واختار موسى قوما سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شيت أهلكتهم من قبل وإياي أتغلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنة قد ضعل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليه قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم خبائف ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصره واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس من رسول الله إليكم جميعا الذي لهم منك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي والويت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهترون ومن قوم موسى أمة يهنون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتين عشرة أصداطا أمما ووحينا إلى موسى إلا استسقاه أو أن ضرب أساك الحجر فانبجشتهم اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى قلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قيل لهم اسكلوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت تأتيهم حيتان يوم السبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نغلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعرون قوما الله مولقهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما اعتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قبلة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسرهم سوء العذاب إن ربك لسريع الإقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلفهم ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيوفر لنا وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاء الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تاقبون والذين يمسكون بالكتاب وقاموا السلاة إنا لا نضيع أدر المسبحين